ترأس سعادة الدكتور ماجد بنعل النعيم وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشاركة في الاجتماع الثامن عشر لوزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض واتخذ الوزراء خلال الاجتماع قرارات منها التأكد على بل تأكيد على رؤية خادم الحرمين الشريفين بضرورة رفع مستوى التعاون والتكامل في مجال التعليم والبحث العلمي واعتمد الوزراء إقامة ورشة عمل تحت عنوان الاستثمار المشترك في التعليم لحصر وتقدير احتياجات دول المجلس للمشاريع المشتركة ذات الجدوى المالية والاقتصادية في المجال التعليمي وأقر كذلك الوزراء تشجيع هيئات الاعتماد الوطنية والجهات المسؤولة عنها في دول مجلس التعاون بتبادل التجارب والخبرات فيما بينها وباركوا جهود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس والأمانة العامة الهادفة لتطوير وتفعيل تعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي بمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس كما تمت الموفقة على الطلب الذي تقدمت به مملكة البحرين خلال الاجتماع الجديد لرئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي لدورة رئاسية جديدة وعلى هامش الاجتماع قدم الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين ورقة عمل حول تجربة مملكة البحرين في موضوع الموائمة بين قطاع التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل أبرزت جهود مجلس التعليم العالي ومبادراته في تجسير الفجوة بين قطاع التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد الوطني بسوق العمل لقد تشرفنا كوزراء للتربية والتعليم العالي بمقابلة خادم الحرمين الشرفين واستمعنا إلى توجهاته الكريمة حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال التربية والتعليم تجسيدا للعلاقات الوثيقة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ناقش الاجتماع اليوم العديد من المواضيع وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز العمل المشترك واطلاع أيضا على تغارير التي رفعتها الأمانة العامة ولجنة الوكلاء وبما في ذلك أيضا تحقيق روية خادم الحرمين الشرفين في المجال التعليمي وتم اتخاذ غرار أيضا بخصوص مكتب التربية العربي لدول الخليج والجامعة الخليج العربي بحيث آلية عملها في المرحلة القادمة وبالشكل الذي يضمن استمرارها وتقديم استمرار هاتين المؤسستين وتقديم أفضل الخدمات بما يعود بالخير على جميع الدول الأعضاء وكذلك أيضا تم تجديد لرئيس جامعة الخليج العربي وتم تطرق أيضا إلى همية تعزيز العمل التطوعي في مؤسسات التعليم العالي وزيادة التواصل بين هذه المؤسسات وكذلك أنظمة القبول لدول مجلس التعاون وكذلك أيضا موضوع البحث العلمي وهمية تطويره باعتباره يشكل دعامة أساسية لمؤسسات التعليم العالي اشتركوا في القناة